أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الثالث من مجالس زبسير سورة الحجر وهو المجلس الأخير وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ أصحابُ الْأَيْكَةِ هُمْ قَوْمُ شُعِيب عليه السلام الأيكة هو الشجر الملتف قال الطبري رحمه الله إن شُعَيب بُعِثَ إلى أُمَّتَيْن كَفَرَتَا فَعُذِّبَتَا بِعَذَابَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَهْلُ مَدِيَنْ عُذِّبُوا بِالصَّيحَةِ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ عُذِّبُوا بِالظُّلَّةِ وكلامُ ابن جرير رحمه الله نثيس يجمعُ لكَ بين الآيات الواردة في قصة شُعيب عليه السلام وكان أصحاب شُعيب قد اشتهروا بقطع الطريق ونقص المكيال والميزان فأخذهم الله عز وجل بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظُّلَّة وقد كانوا قريبًا من قوم لوط أي ديارهم قريبة من ديار قوم لوط ولذلك ذكر قصتهم بعد قصة قوم لوط وكانوا بعدهم في الزمان ومُسامين لهم في المكان يعني أن قوم شُعيب أتوا بعد قوم لوط لكن كان مكانهم قريبًا ولهذا قال سبحانه وتعالى وَإِنَّهُمَا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ أَنْتَقَمْنَا مِنْ أَصْحَابِ الْأَيْكَةِ وَإِنَّهُمَا 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 الضمير يعود إلى من لا أحسنت يعود إلى قوم لوط وقوم شُعيب وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ أي طريقٍ مُّبين أو طريقٍ ظاهر ولذلك لما أنذر شُعيب قومه ماذا قال في سورة هود إن كنتم تذكرون وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ يعني يقول أنكم ما قوم لوط منكم ببعيد بعد المكان وكذلك بعد الزمان يعني أن أماكن قوم لوط قريبة منكم وأنتم ترون ما حلَّ بهم كما أن قوم لوط سمعتم بما حلَّ بهم فشُعيب عليه السلام يُذكِّر قومه وينذرهم بما حلَّ بقوم لوط وهذا المناسبة بين ذكر قصة شُعيب عليه السلام بعد قصة قوم لوط ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ أصحاب الحجر من هم؟ هم ثموت الذين كذَّبوا صالحًا طيب قال الله عز وجل وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ هَلْ أُرْسِلَ لَأَصْحَابِ الْحِجْرِ أَكْثَرْ مِنْ رَسُولٌ أَمْ هُوَ رَسُولٌ وَاحَدٌ فَلِمَاذَا جُمِعَ هُنَا فَقَالَ الْمُرْسَلِينَ كيف؟ أحسنت لأن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل لأن شريعتهم واحدة وهالدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وديار ثمود يا أخواني هي أرض بين الحجاز والشام واشتهرت عند الناس الآن أنها أرض البدع يسمونها مدائن صالح الآن ويشكك قوم من المؤرخين بأن مدائن صالح هي أصحاب الحجر ويرى أن أصحاب الحجر محلهم هي مدينة البترة التي في الأردن تعرفونها؟ هي مدينة تنزل لها تحت الأرض تقريباً يعني جبل تحت مغارات عظيمة جدًا وأشياء غريبة ومن العجيب أنها مزار أصبحت فيها جملة من الفنادق المتطورة ومزار للكافرين باعتبار أنها آثار سياحية بعض الأهل يعني هي غريبة تجي إلى مكان يعني هكذا منبسط ثم تنزل إلى هذه المدينة تحت الأرض ليست على مستوى الأرض بعض الناس الآن بعض الذين يكتبون الآن في الجغرافيا والتاريخ يقول لا إن ديار صالح ليست هي مدائن صالح وإنما هي ديار البترة ويستدل بجملة من الأشياء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر تجاوز تبوك لما كان في غزو التبوك ومر بديار معذبين ثم سقوا أنعامهم وعلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا تدخلوا ديار المعذبين إلا أن تكونوا باكين ومتباكين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد تبوك وليس قبله والبدع هذه قبل تبوك وعلى كل حال سواء كانت هذه أو هذه وربما تكون أمة عظيمة ديارها ممتدة بهذه المسافة وسواء قلنا أن هذا وهذا فلا ينبغي يا أخواني يعني تساهل كثير من الناس من الزيارة والأكل والشرب والفسحة في هذه الديار وهذا منهي عن حقيقة ولذلك لا يجوز زيارتها بقصد السياحة والنزهة إلا كما قال الشيخ ابن جبريل رحمه الله يجوز زيارتها لأخذ العبرة فقط إلا أن تكونوا باكين يعني أن تعتبر بمحل وإلا هذه ديار المعذبين كيف تسلوا وتلهوا في ديار المعذبين وعلى فرض أن مدائن صالح هذه ليست هي أصحاب الحجر فإن ابن حجر رحمه الله عندما ذكر هذا الحديث علق عليه بقوله وهذا الحكم يعم جميع ديار المعذبين يعني ليس خاصاً في قوم سواء قل لأنها البترة وإلا مداء البدع وإلا غيرها من ديار المعذبين فإن هذا الحكم اللي هو أن لا يأخذ الإنسان يأخذها سياحة ونزهة ويضحك ويلعب يقول هذا الحكم يعم جميع ديار المعذبين قال الله عز وجل وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ قد ذكر الله عز وجل أتاهم من الآيات ما يدل على صدق صالح عليه السلام كالناقة التي أخرجها لهم من صخرةٍ صمَّاء فكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يومٍ معلوم لكنهم عتوا وعقروها فقال الله عز وجل تمتَّعوا في داركم ثلاثة أيامٍ ذلك وعدٌ غير مكتوب كما في آية هود وفي آية فُصِّلَتْ وَأَمَّا ثَمُودُوا فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتْحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى إذن قال الله عز وجل وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا أي أن الناقة أحد الآيات لصالح لأن جُمِعة الآيات أُلا لا قال وَآتَيْنَاهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ لِصَالِحْ إِلا الناقة آية واحدة وهي الناقة فلماذا جُمِعَ هنا قال بعض أهل العلم أن الناقة هي أحد الآيات وأن هناك آيات أخرى لم تُذكر للا ومن العلماء من قال بل الناقة فيها جُملة من الآيات ولذا جُمِعت أن الناقة ليست آية واحدة وأنما هي جُملة من الآيات كحجمها وكثرة لبنها وغير ذلك والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو القول الأول وأن صالح عليه السلام قد أُيِّد بآيات متعددة منها منها الناقة يعني أعظم آياته الناقة ولذلك ذُكرت قال الله عز وجل وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوا خَشْيَةَ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أصابهم يعني هذه العظمة التي كانوا ينحتون من الجبل ليس بحاجتنا ليس خوفا من عدو وإنما أشرا وبطرا قال الله عز وجل فأخذتهم الصيحة مصبحين أي أخذتهم الصيحة وقت الصباح في اليوم الرابع لأن الله توعدهم بكم يوم بثلاثة أيام قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وعد غير مكتوب فلما جاء صبحا ليوم الرابع حلَّ بهم العذاب فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنَّوا بمائها عن الناقة حتى عقروها لألا تضيِّق عليهم في المياه فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك ثم قال سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةِ فَاصْفَحِ الصَّفْحَةَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ يقول سبحانه وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ أَيْ بِالْعَدْلِ كما قال في آيةٍ أخرى وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ثم أخبر الله عز وجل نبيَّه بقيام الساعة وأنها كائنةٌ لا محالة ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف فَاصْفَهْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ قال مُجاهد وقتاده عند قول الله عز وجل فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجميل كان هذا قبل القتال وهو كما قال لأن هذه السورة مكية لأن هذه السورة مكية والقتال إنما شُرِعَ في المدينة إن ربك سبحانه هو الخلاق العليم تقريرٌ للمعاد وأنه سبحانه وتعالى قادرٌ على إقامة الساعة فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق وهو العليم بما تمزَّق من الأجساد وتفرَّق في سائر أقطار الأرض كما قال سبحانه وتعالى في موضعٍ آخر أَوَلَيْسَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ على أن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْفُ إنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وقُلْنَا لَكُمْ أنَّهُنَاكَ طُرُق لتقرير البعث في سورة إبراهيم وذكرنا هناك جملة من الطرق منها الاستدلال بخلق الأكوال ومنها الاستدلال بالنشأة الأولى ومنها ومنها الاستدلال بإنبات الأرض ومنها الإحياء الحقيقي بمن أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم وذكرنا خمسة أمثلة في سورة البقرة وكذلك النوم فإن النوم موتة موتة صغرى إذن الله عز وجل يقرر أن خلق السماوات الأرض أن من خلق السماوات الأرض قادر أن يعيد هذا الخلق البسيط هذا الإنسان الضعيف لا شيء أمام خلق هذه الأكوال العظيمة كما قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من من خلق الناس ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيِّ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ مَا هِي السَّبْعَ الْمَثَانِيِّ أَخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى قَوْلَيْنِ القول الأول أن المُرَادَ بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي الفاتحة أن المُرَادَ بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي الفاتحة وهذا هو القول الصحيح لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فقول الله عز وجل وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي أي سبعًا مِنَ الآيات التي تُثَنَّى في كل ركعة والقرآن العظيم ألواهن عاطفة من باب عطف العام على الخاص طيب أنا بسألكم يا أخواني لو فتحتم المصحف الذي معنا الآن مصحف مجمَّع الملك فهد أين السبع الآيات نحن نجزم ونعتقد يقيناً أن الفاتحة كم آية؟ سبع بخلاف من قال أن الآية أن الفاتحة ست فهو قول ضعيف وشاذ ومنهم من قال أنها ثمان وهو قول ضعيف وشاذ فنحن نجزم بدلالة القرآن والسنة على أن الفاتحة سبع آيات لكن أين الآيات السبع؟ لو فتحتم المصحف هذا الذي معكم البسملة هي رقم واحد فهل البسملة يا أخواني من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ كيف طيب؟ ستكون ست إذا قلنا أن البسملة ليست من الفاتحة ستكون الفاتحة ست آيات نعم مقسومة إلى آياتين صحيح يعني قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم هذه الآية السادسة وغير المغضوب عليهم ولا الظالين الآية السابعة طيب هل هناك أثر لهذا الخلاف؟ واحد يقول سواء قلنا إن البسملة من الفاتحة طيب وأنا يقول لا يا أخي البسملة من الفاتحة أين دليلكم على أن البسملة ليست من الفاتحة؟ جملة من الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي الصلاة هنا الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله فبدأ إيش؟ فبدأ بماذا؟ بالحمد ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ بها وحديث عائشة رضي الله عنها كان رسوله وسلم يستفتح القراءة بالتكبير يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ الحمد لله رب العالمين فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة وهناك دليل آخر نظري استدل به أو عقلي استدل به بعض أهل العلم قالوا إن البسملة اختلف فيها والقرآن لم يختلف فيه فمجرد ما إن اختلفوا في البسملة معناه إن البسملة ليست من الفاتحة إن هل تعلمون آية اختلف فيها؟ أبداً لكن البسملة هي جزء من آية من سورة النحل وهي من فاتحة السور ما عدا سورة التوبة لكن هل هي داخلة في العدد؟ الصحيح أنها ليست داخلة أن البسملة ليست داخلة في عدد السور بدليل أن نبي صلى ما قال سورة من ثلاثين آية عصمة صاحبها يقصي السورة التبارك وثلاثين آية هي بدون البسملة إذن قلنا إن الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة بدليل نظري أو دليل سمعي ودليل عقلي طيب يا أخوان هل لهذا الخلاف أثر؟ هل لهذا الخلاف أثر؟ يعني سواء قلنا هذا أو هذا هل له أثر في الواقع؟ نعم أحسنت فمن رأى أن البسملة آية من الفاتحة ولم يقرأها فصلاته باطلة صلاته باطلة وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس يعني يرى أن البسملة من الفاتحة أذكر يا أخوان أني كنت ألقي درساً في أحد الدول الأفريقية عن أسرار سورة الفاتحة ومن كان المهم أن أشير إلى هذه الإشارة فلما انتهت المحاضرة أتى إلي أحد المستمعين وكان رجلاً طويلاً مهيباً فقال لي أمام الناس أنت تقول أن البسملة ليست من الفاتحة؟ فقلت نعم قال قف كيف؟ قال قف فقمت لأنه رجل مهيب فوقفت فذهب وأتى بمصحف وفتحه أمام الناس وقال انظروا بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد فأردت أن أعيد ما ذكرته من أن هذا رسم فقلت قال لا تتكلم لا أسألك شيئاً أسكت قلت أبشر أبشر نسكت خلاص فبعض الناس لما يرى هذه الترقيم والترقيم يا أخواني هذا عد مكي وعد مدني معروف علم عند العلماء العد عد الآي وأين الآية هذه تحسب وكم عدد آيات كل سورة فلما رآها وأنتم لو تقرؤون في آخر المصحف الذي رسم حق مجمع قالوا أنه على العدش عن العد الكوفي وإلا لا ذكروا فما دام العد عد البسملة وجعلها واحد وهناك مصحف لأحد القراءات في مطبوع في مجمع الملك فهد ليست البسملة آية من من الفاتح لم يذكر عندها رقم واحد لاعتبار أنهم عدوا عداً آخر ولذلك هذه المسألة ذكرتها استطراداً لأثرها الفقهي لأثرها الفقهي يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك يا محمد سبعاً من المثاني أي الفاتحة والقرآن العظيم إذا كنا آتيناك هذا الشيء العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم فيه مناسبة فيه مناسبة فيه فيه شيء يا أخواني ظاهر في هذه الآية يقول كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظر إلى نظر تنظر إلى الدنيا وزينتها فإن معك النعيم ومعك رأس المال وهو القرآن يقول إنك إذا كان معك القرآن فقد حُزت على رأس المال وهكذا ينبغي لأهل القرآن ألا يكونوا من أصحاب الدنيا لا نقول من أصحاب الدنيا معنا ألا تكون الدنيا أكبر همهم وألا يتشغلهم الدنيا عن القرآن ولذلك مناسبة ظاهرة يقول وقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمُدَّن عينيك يا محمد إلى ما متعنا به أزواجاً منهم أي كما أتيناك القرآن العظيم فلا تنظرًا إلى الدنيا وزينتها ومتعنا به أهل من الزهرة الثانية لنفتنهم به فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ثم قال الله سبحانه وتعالى واخفِض جناحك للمؤمنين أي ألٍ جانبك للمؤمنين كما قال سبحانه لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عندتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال ابن عباس لا تمُدَّن عينيك قال نهي الرجل أن يتمنَّى مال صاحبه وكم أودى بهذا من الأصحاب وانتشر الحسد يا أخواني فإن الأرزاق مقسومة كما قُسمت الأعمار ليس كذلك تجد إثنان يا أخواني ولد في وقتٍ واحد وعاش في بيتٍ واحد إخوة أحياناً أو أبناء عم أو أبناء أقارب أو شيء هذا أعطاه الله عز وجل من المال وهذا حرمه يقول ابن عباس هذا نهيٌ للرجل أن يتمنَّى مال صاحبه فينبغي يا أخواني كم رأينا يا أخواني من الحسد الذي انتشر بين الناس كله من أجل مدّ هذا العين يتمنَّى أن تغبطه يعني أن تتمنَّى ما عنده بدون زوال يسمى الغبطة أما الحسد فأن تتمنَّى زوال ما بيده كما قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم محيشتهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني ما آتيتهم أنت من مالك بل آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يعني النبوه هو الملك فلا ينبغي للإنسان أن يحسد الإنسان وأن يربي نفسه على عدم الحسد الذي قال لله ما خل جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ثم قال الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم وقل إني أنا النذير المبين أي أنا النذير البين النذارة نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على أن يحل بهم على تكذيبهم برسلهم كما حل بمن تقدمهم من الأمم السابقة كما أنزلنا على المقتسمين أي المتحالثين الذين أقسموا وتحالهم على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم كما أخبر الله عز وجل عن قوم صالح حينما قالوا أقسموا بالله جهد أيمانه قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله فكأنهم يا أخواني كما أنزلنا على المقتسمين أصبحت صفة وسيمة لهم أنهم لا يذكرون شيء إلا ويقسمون عليه وهي صفة مذمومة فكأنهم لا يكذبون بشيء إلا وأقسم عليه فسموا مقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم أي جزأوا كتبه المنزل عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض جعلوا القرآن عظيم هم أهل الكتاب قال ابن عباس هم أهل الكتاب جزأوه أجزاءً فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وروي عن ابن عباس قوله كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى ثم قال سبحانه وتعالى فوربك قسم لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال ابن عمر لنسألنهم أجمعين عن لا إله إلا الله وعن مجاهد وأبو العالية قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين ثم قال سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يقول سبحانه وتعالى آمن الرسول صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه واصطدع به وهو مواجهة المشركين فاصدع بما تؤمر أي أمضهي أي اجهر بالقرآن واجهر بدعوتك وهذا انتقال من السرية في الدعوة إلى الدعوة الجهرية وأعرض عن المشركين أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى هؤلاء المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين أي إن الله عز وجل كافيك إياه اصدع بما تؤمر وأنت مكفي فلن يصل إليك كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودًا آخر ثم ذكر الله عز وجل تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون حينما يقولون أن محمد كذاب أن محمد ساحر إنما يعلمه بشر يضيق صدرك بهذا الكلام من انقباض الصدر وضيقه وأنت بشر نعلم أن هذا يؤثر فيك لكن لا ينبغي لك ذلك فسبِّح بحمد ربك إن كلامهم هذا لا يثنيك عن إبلاغ دعوتك والصدع بها وتوكَّل على الله فإن الله كافيك وناصرك واشتغل بذكر الله عز وجل ولا شك يا أخواني هناك ترابطٌ وثيق يا أخواني بين قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وفسبِّح بحمد ربك أنه أمره أن يستعين بدعوته أو على إبلاغ دعوته وإعراض المشركين عنه بماذا؟ بالعبادة بالعبادة والذكر وكثرة الذكر فإن الذكر يا أخواني يقوِّل قلب ويشرح الصدر ولذلك من أسباب شراح الصدر قراءة القرآن وذكر الله عز وجل ما الدليل على ذلك؟ أدلَّة كثيرة منها هذه الآية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فإن أردت أن ينشرح صدرك فسبِّح بحمد ربك وكن من الساجدين وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وهذا له ولأتباعه أنت إذا كنت في مهمة علمية ولا دعوية والإغاثي المهم أن تكون في مهمة صعبة فعليك بكثرة الذكر وكثرة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سلاحه أيام دعوته وهذه طريقته وكان يلاقي من المشركين عنةً شديدًا فكانت الصلاة هي الملاذ الأخير وهي المعيم بعد الله سبحانه وتعالى لتجاوز هذه الصعوبات وهذه المحن فسبِّح بحمد ربك وكن من الساجدين أي من المصلين وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هذا الأمر واعبد ربك اعبد يا محمد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين واليقين هنا يا أخواني هو الموت والدليل على ذلك أن اليقين هو الموت أن الله عز وجل قال إخبارًا عن أهل النار وكنا نكذِّب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وجاء في الحديث لما دخل في الحديث الصحيح عن أم العلا لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل عثمان المضعون وقد مات قلت رحمة الله عليك يا أبا السائب فشهادة عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأبي وأمي رسول الله فمن فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير إذن عندنا يا أخواني تفسير اليقين بالموت وعندنا دليل من القرآن ودليل من السنة وهذا رد أخواني على المتصوفة الذين يرون أن اليقين هي مرتبة من مراتبهم إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة سقطت عنه التكاليف وسقطت عنه العبادة يقول يقولون أنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى تأتيك هذه المرتبة فتسقط عنك كل العبادات وهذا لا شك هذه الأقوال هي من الأقوال التي رد عليها شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في مقدمة تفسيره فالصحيح يا أخواني أن قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن اليقين هو الموت ويستدل بهذه الآية بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجب على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلي بحسب حاله كما ثبت في صحيح البخاري أن الله عليه وسلم قال صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب وبهذا الآية نكون قد تكملنا تفسير سورة الحجر وقلت لكم في البداية أن هناك مناسبة بين أول السورة وبين آخرها فراجعوها هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبات ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر